الرغبة في الحياة وحبها غريزة فطرية لدى البشر لكن علماء الاجتماع والنفس يؤكدون أيضا أن هناك رغبة في إنهائها قد تنشأ غريزيا أو اكتسابا من الظروف المحيطة بالفرد حالات الانتحار تزداد في العراق ورغم أن أعدادها ما زالت بعيدة عن معدلات الانتحار في الدول الأوروبية فإنها تزيد عن معدلاتها في البلاد قبل سنين مفوضية حقوق الإنسان العراقية سجلت 298 حالة انتحار في البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري منها 68 حالة في العاصمة وحدها الأيام الثلاثة الماضية شهدت انتحار ثلاث فتيات لم تتجاوز أكبرهن الخمسة والعشرين عاما مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية أكدت ليو تيفي أن الفقر هو سبب الرئيس للانتحار ولم تستثني الانترنت وضعف الرقابة الحكومية عليه لوجود العديد من المواقع التي لا تدعو للانتحار فقط بل تعلم طرقه موجهة للمراهقين وبعيدة عن عيون الأهل الضعف الرقابة الحكومية أو السيطرة على مواقع التواصل وعلى المواقع التواصل الاجتماعي بحيث هناك مواقع تعلم كيفية الانتحار وموجودة هذه المواقع ويتم رصدها والإبلاغ عنها لكن الحدنان هي موجودة صراحة وهذه المواقع المفروض يتم غلقها مختصوا علم الاجتماع يرون أن سبب الرئيس وراء انتحار الفتيات الصغيرات هو الزواج المبكر الذي يضعهن أمام مسؤوليات كبيرة رغم صغر أعمارهن فضلا عما وصفوه بجرأة الشباب في اتخاذ القرارات مقارنة بالأجيال التي سبقتهم هم اتفقوا مع الوزارة في أن الفقر هو السبب الرئيس لكنهم أشاروا أيضا إلى المخدرات التي انتشرت بشكل مريع في البلاد أدى إلى إنهاء حياة الكثيرين الزواج الخاطئ والزواج المبكر واختلاف الفكر بين الزوجين يعني يؤدي بالكثير من البنات لإنهاء الحياة هناك أسباب نحن نعتبرها تافهة وبسيطة الانتحار بسبب الرسوب في الامتحان أو بعدم الحصول على معدل عالي في مرحلة الصادس الإعدادي مثلا وتحاول الجهات الحكومية والمنظمات المدنية نشر ثقافة حب الحياة والتسامح بين أوساط الشباب في محاولة للتقليل من حجم هذه الظاهرة التي أثمرت بمنع 32 حالة من الانتحار في بغداد فقط خلال الشهرين الأخيرين من قبل عناصر الشرطة المجتمعية منتحر لكل مئة ألف نسمة في العراق وقابله منتحر لكل ألف نسمة في أوروبا المعدل يبدو منخفضا لكنه مقلق لبلد تعصف به مختلف الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ولا يحتاج لأزمة أخرى تهدد نسيجة كالانتحار حيدر البدري يو تي في بغداد